السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسلم بكم معاكم احمد علي وحلقة جديدة وعالم اصر والتقنية اه ناس كتير كابتكلمني بخصوص الفيديو اللي نزلته عن هاك الطيارة اللعبة الموجودة في اكس بيت فناس كتير كابتكلمني اللي يقول لها انا عايز الهاك انا طبعا انا منازل بحذر ان الناس تاخد الهاك او تشتري هاك وناس ثانية بتقول لها انا يعني واحد داخل بقول لها انا خسرت كل ما املك اعمل ايه وناس ثاني تجيب لي تقول لي فلان بيبيع الهاك الفلاني ايه رأيك اشتري وانا مشتريش طيب عشان نبقى واضحين مبدئيا مفيش هاك بيخلي الطيارة تكسب هتقول لي انا دخلت اه ديمو هتقول لي انا دخلت على مش عارف اه لايف هتقول لي انا دخلت على الكلام ده كله لا يخصني في اي شيء لا اصدقه ولا اؤمن به لان مفيش حاجة اسمها هاك بيكسب طيب يا استاذ احمد لا فيه وناس تكسبت وانا شفت بعيني وانا قبط وانا هقول لك على حاجة حضرتك لو بتكسب فمش دايما يعني مفيش هاك حد الهاك ممكن الهاك وده بفكرنا بمؤشرات كان بتبقى في في مؤشرات كان بتشتغل وكان بيقول لك ان المؤشر ممكن يكسبك لغاية نص مليون دولار ولما كانت الناس بتيجي تجربوا كان بيشتغل معها حبة حلوة وحبة وحش يعني حتى المؤشرات اللي كانت ناس صنع بيقول لك ده المؤشر ده وكان بيشتغل حبة حلوة وحبة وحش لكن ما كانش بيشتغل دايما بيكسب لغاية لما الموضوع دي انتهت والناس بطلة تقول انا عندي مؤشر مضمون والكلام ده كله للناس عارف اللي فيها نفس القصة موجودة في الالعاب مبداينا عشان تبقى فاهم حاجة ده الصفحة اللي احنا واقفين عليها حاليا يعني ايه يعني لو حضرتك عايز تشتغل مروض فبتخش تسجل من هنا فلازم تفهم الكلام اللي هقوله وتركز فيه آآ كلمة كلمة لان الكلام ده هيفتح عينك على اللي بيحصل واللي انت مش فهمه او الناس جديدة وبطاعة ضخايا مبدايا بدون ذكر اسماء احنا هنتكلم في العمو موقع رحونات متفقين متفقين حضرتك لما تحط متين جنيه وتكسب ست الاف جنيه يعني بتكسب مبالغ اضعاف كتير ما انت آآ حطيت الفلوس اللي بتيجي منين بتيجي من الناس ثانية دخل الرقم حلو طيب نبدأ ايا دلوقتي نركز في الكلام اللي جاي عشان كلامنا مهم جدا اي حد عامل جروبات ولا خش يسجل عن طريق الكود الترويجي بتاعي ده بياخد اربعين في المية من الخسارة بتاعتك يعني ايه يعني اللي يقول لك خد آآ خد الهجدة سجل وهتكسب وهتبقى مليونير بس سجل من عندي حضرتك ما لو سجلت من عنده وبقت انت مليونير هو مش كاسبا حاجة هو بيكسب بياخد من اربعين في المية من الشركة اب تو اه تو فورتي ريفينيو شير الفورتي ريفينيو شير يعني بيقول لك ان من مكسب الشركة نت آآ انكم بيقول لك ايه اب تو فورتي برسنت اوف زا كامباني نت انكم يعني ايه كامباني نت انكم يعني بيقول لك احنا هنديك ربعين في المية من مجمل او آآ صافي الربح من الشركة باكس الكلام كويس عشان الكلام ده عشان فين انا عارف ان فين ياس بتبقى دماغة الايكيوب بتاعها مش فهمة او مش عايزة تفهم مش هنقول انها مش فهم ان اللي مش عايزة تفهم فبتفضل تعند لا هو بيقول لك انا بديك ربعين في المية من الصافي الربح للشركة يعني صافي الربح آآ انا النهاردة احمد علي دخلت اتنين من عندي واحد اسمه محمد واحد اسمه حسين محمد خسر الف جنيه يبقى انا ليا كده فيهم اربعين آآ في المية اللي هو ليا ربعمائة جنيه من اللي خسرهم ده الشركة بتديني الربح كده وحسين خسر برضو الف جنيه برضو ليا ربعين في المية طب حسين لو كسب حسين لو كسب نفس القصة بيقوم صفي الربح من الخسارة هيصفي الربح من الخسارة وبقول لك الشرق تدخلت الاتنين انا مكسبي في الاتنين دول واحد كسب واحد خسر فلو حصلنا الفرق ما بينهم يبقى ميت جنيه يبقى انت هتاخد اربعين في المية من المية جنيه اللي هو الربح الشركة الصافي متفقين متفقين فمعنى كده نهاية الكلام عشان الوقت والناس ما تفضلش يعني ايه اه تجد دماغ كتير معنى كده اللي يقول لها خد هاك مقابل انك انت تسجل من ورايا ده طبعا مش عامله للولا الوطن ولو الهاك بيكسبك هو مش كسبان حاجة فانسى هذا الموضوع الفكرة التانية انك انت حضرتك لو عملت تسجيل او اشتريت هاك فيه هاك دلوقتي بتأجر يقول لك الهاك لمدة ساعتين والهاك بتفعل لمدة مش عارفة كل الكلام ده كدب وناس كتير جدا بتيجي عشان تشتك نيجي بقى للطريقة التانية او المهم في الفيديو انت لو حد قال لك اشتري هاك من عندي وتم النصب عليك بعت فلوس وليه بعد ما بعتلكش هاك او بعتلك برنامج مانوش اي لزمة ولا بيكسب ولا بينايل حضرتك ده اسمه نصب الكتروني بتروح تبلغ في شرطة شرطة مباحث الانترنت وبتقدم بلاغ برقم التلفون انت حاولت عليه الفلوس والنصاب بيتحقق معه وبيتجاب تاني لو انت اتنصب عليك اشتريت هاك اشتريت اي حاجة ولكن تخلي بالك وتبقى معاك سكرين شوت من المحادثات ومن كل الكلام اللي حصل وتروح طالع على مباحث الانترنت وتقدم بلاغ ان فلان الفلاني ادعى ان هو عنده وكذا بيكسب منه والراجل ده اه تسبب في اخسارتي او اخد فلوس ومن دانيش حاجة في الحالة دي بيقوموا جايبينوا من افاق وبيبتدوا حق اقومها غالبا الناس دي بتبقى بتاخد او بتتعامل على على محافظة باسمهاء ناس ثاني بس الناس التاني برضو دي مش مشكلتك دي الشرطة تجيب بقى الناس دي لغاية من وصله الاساس اللي هو نصب عليهم عشان الناس كتير بتخش قولك انا نصب علي انا دفعت مش حافق الفين جنيف هاك وما خدتوش انا مش حالة فيه كل يعني احنا في الفيديو ده جمعين كل الحكاوى دي تاني واحد يقول لك تسجل ما عنده ناس تعمل جروبات يقول لك انا عندي استراتيجية هتكسبك بس تسجل ما عنده ده بيخدعك عشان خاطر انك تخش تسجل وزي ما قلنا الشركة بتكسب من الرهان والرهان ما كسبها من الرهان اللي هي اللي انت بتخسره مش اللي انت بتكسبه وبيدي للمروج الاربعين في المية من صاف الربح وان صاف الربح بتحسب ازاي بيشوف ادخلت كم واحد كسب وكم واحد خسر وبيقوم طرح ده من ده فضل مثلا الف جنيه بقى انت ليك ربعمائة جنيه المبلغ المحطوط لس كتير بطاعة ضحايا بتخش بتبقى بتكسب في الاول بالالف والالفين والستلاف والعشر تلاف فبيروحوا بعد كده يحطوا مبالغ كبيرة بمئة الف ومئتين الف فبيكون نصبهم انهم بيخسروا كل الفلوس فخلوا بالكم من هذا الكلام فاهمناكو الدنيا ماشية ازاي فاهمناكو انك انت ما تمشيش ورا حد سيبك من الفيديوهات سيبك من اللايف سيبك من الكلام ده كله مفيش حد يضحك عليك عشان خاطر ما تقعش ضحيا للنصب اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته